بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب السنوات العامة لدفعة 2021 كل سنوات طيبين دي أول حلقة في الموسم الجديد لدفعة 2021 أتمنى إن شاء الله بإذن الله تكونوا كلكم بخير وأتمنى دائما لكم التوفيق بإذن الله قبل ما أبدأ حالة النهاردة أحب أقول لكم شوية حاجات سريعة القناة بتاعتنا بدأت في آخر شهرين تقريبا في السنة الدراسية اللي فاتت دخل لنا طبعا ما قدرناش إن إحنا نبدأ من المنهج في أوله فالطرير إن إحنا نبدأ في فترة المراجعة فدخلنا على طول على حل البوكلت والامتحانات مباشرة والحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى قدرنا في الفترة الصغيرة دي شهرين دول إن إحنا نتصدر البحث على اليوتيوب في بوكلت المعاصر بوكلت جيم بوكلت انجليزي عموما امتحانات الاسترشادية امتحانات البراكستيس والنمازج الوزارة كمان الحمد لله تصدرنا البحث في أسئلة منصة السنة العامة اللي كانت نزلت السنة اللي فاتت وديه كانت أول مرة تنزل السنة اللي فاتت وإذا طبعا بتوفير ربنا سبحانه وتعالى أولا واخرا السنة دي إن شاء الله لأننا إن شاء الله بدين من بدري فبالتالي أنا معاكم من النهاردة لغاية إن شاء الله بإذن الله لو ربنا مد في عمرنا لغاية ما نخلص امتحانات السنة دي بإذن الله سنة العامة وبنان عليه هابدأ معاكم النهاردة في أول حلقة الخاصة بيونت 1 حاب أقول لكم سريعا كده نظام شغلنا إيه أنا من الناس اللي ما بتحبش الحلقات الطويلة اللي هي ساعة و ساعتين و ثلاثة كلام ده أنا ما بملوش قوي فبالتالي حبيت إن أنا أخفف عليكم عشان أنا بحس إن في ناس بتمل بسرعة من الحكاية دي فأسمت كل يونت ليه خمس حلقات حلقة خاصة بالكلمات والإكسبريشنز والإيديامز والبريبوزيشنز هنرى الكلمات والمصطلحات وحروف الجر وهنقول الحاجات المهمة اللي فيها الحلقة الثانية هتكون خاصة بيه الجرامر و هشرحولك بالتفصيل إن شاء الله حلقة الثالثة هتكون خاصة بيه أسئلة كلمات من كتاب جيم أو المعاصر أيوم النهاردة هنبدأ في جيم الوحدة الأولى هتكون في جيم إن شاء الله بعد كده ممكن إن شاء الله بإذن الله نبقى ناخد حلقات لأسئلة جيم وحلقات لأسئلة المعاصر ما عنديش أي مشكلة في ده بعد كده الحلقة الرابعة هتكون أسئلة القواعد الخاصة باليونت بتاعت كل يونت وبعد كده إن شاء الله حلقة هنحل فعل امتحان الشامل بتاع اليونت بسرعة كمان حيب أقول لك شكل امتحان السنة دي إيه الأربع أسئلة بتوع سنة تانية اللي انت فاكرهم أول سؤال تشوز 16 جملة بعد كده القطع إن شاء الله أربع أسئلة اختيارات وأربع أسئلة أسئلة مباشرة على القطع بعد كده والعكس من عربي الإنجليزي وأخيرا المقال إن شاء الله بإذن الله وهما دول الأربع أسئلة بس اللي مطلوبين منك السنة دي يلا بقى نروح نشتغل ونرى الكلمات مع بعض ونرجع لبعض تانية بسم الله الرحمن الرحيم وهنا نبدأ دلوقتي يا شباب في الكلمات بتاعة يونت ون ملحق أو مرفق attachment 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 متوسط أو معدل average مؤمن believer believer مجموعة collection collection مرتبك confused confused عادة custom هنا كلمة عادة مقصوب بها عادة شعب كامل مش عادة فردية مش عادة بتاعة شخص واحد custom يعني عادة شعب أو مجموعة أو مجتمع إنما عادة شخصية يعني هابت أوكي معايق disabled منطقة أو حي district يوطط قدمه أو يرسخ أو يؤسس establish وبتيجي دائما مع as يعني قول مثلا he established himself as a pioneer of كذا مثلا هو رسخ قدمه كرائد في مجال كذا يصر insist القانون law منتصف النهار midday ذو طراز قديم old fashioned old fashioned rued pioneers pioneers الشعر poetry ناشر أو دار النشر publisher publisher routine أو نظام يومي أو نظام معتاد أو نمط routine secretary أو secretaria secretary slope style زي اسلوب الكتابة أو اسلوب التأليف بتاع كل كاتب أو مؤلف style style يعني اسلوب مغامرة adventure 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 مقال article راحة أو فسحة أو يكسر break يتأكد أو يفحص check منافسة أو مسابقة competition 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 ثابت fixed شكل أو يشكل أو يكون form صدع هدك هدك قومي national national روايات novels skills جائزة prize تقرير report خيال علمي science fiction يكتب على ألة كتبة ويكتب على الكمبيوتر type كاتب writer career مهنة أو حياة عملية career ثقافة culture يطور أو يتطور develop ديبلوماسي diplomate زلزال earthquake تجارب أو خبرات experiences يتخرج أو خريج graduate مهتم interested الأدب literature محترم respected مجتمع society يساند أو يدعم support منطقة area مؤلف author قرن أو ما أتعام century مدرب coach يستمر continue رئيس تحرير أو محرر editor التعليم education حقيقة fact خيال fiction يحسن أو يطور improve صحفي journalist مدير manager واقع أو غير خيالي non-fiction يطيع obey سياسي أو رجل سياسة politician بطريقة نمطية أو منتظمة routinely قواعد rules يبين أو يوضح show يبدو sound تعرف طبعا أن sound يعني صوت وتنفع صوت شيء وتنفع sound يعني يبدو ناجح successful نظام system تقليدي traditional نقل أو زراعة عضو transplant نموذجي typical غير عادي unusual عكس كلمة usual يعني عادي التعبيرات expressions or idioms as far as i'm concerned يعني من وجهة نظري as far as i'm concerned يطلب رأي ask for opinion ask for opinion في نفس الوقت at the same time تحول الى فيلم made وهنا لازم يبقى بلاها verb to be عشان يبقى مجهول حولة أو تحولة يبقى verb to be made into a film تحول الى فيلم يفكر فيه أو يعتبر برضو مجهول لازم verb to be فعلي يكون وبعدين thought of as he is thought of as كذا يعني يعتقد أنه كذا يبتكر اسلوبا جديدا create أو develop تنفع كده وتنفع كده يعني ممكن create اللي هي يخلق أو يبتكر وممكن develop يعني يطور new style يعني style جديد أو اسلوب جديد يحقق له مكانة ك establish him as establish him as أعطتها أو منحتها والخبرات give him experiences give him experiences سبب لي صداعا هنا ده مهم جدا أنه بيجي كتير في الامتحانات طبعا الصداع يعني هدك بس بيجي معاه الفعل give يعني يسبب مش يعطي طبعا give أو give me هدك يعني سبب لي صداعا يسوق أو يتعطل go wrong يحصل على شهادة في القانون graduate in law لازم graduate in وبعدين اسم الحاجة اللي انت حصلت على شهادة فيها لديه روتين ثابت have a fixed routine have a fixed routine يبدو موضة قديمة luck old fashioned luck old fashioned يفوز بجائزة ليه win a prize for win a prize for يعمل لدى ناشر work for a publisher طبعا انت عارف ان work for يعني يعمل لدى أو يشتغل عند حد وكنة publisher يعني ناشر الphrases أو ال prepositions مؤمن ب believer in believer in خبير في expert on وتنفع in وتنفع at يبقى expert يعني خبير ينفع معاها اي حرف جر من التلاتة on و in و at مليء ب fall of fall of يعطي الى give to يتخلى عن أو يقلى عن أو يسيب حاجة أو يبطلها give up سعيد ب happy with مهتم ب interested in يعرف عن know about يتحدث ليه speak to ينجح في succeed in يفكر في think of يترجم الى translate into يكتب على الكمبيوتر type something يكتب شيء يعني onto a computer على الكمبيوتر type كذا onto كذا الجزء اللي جاي ده مهم جدا هو الحاجات اللي بتيجي مع الفعل make والحاجات اللي بتيجي مع الفعل do نبدأ الاول مع make في حاجات اللي يازم بتيجي مع make make a noise يعني يحدث ضوضاء أو يسبب ضوضاء make speech يعني يلقي خطابا make a mistake يخطئ make a difference يعني يحدث فارق يؤثر يعمل فرق في حاجة make money يعني يجني مالا يعني الفلوس يعني make a choice يعني يختار make a suggestion يقدم اقتراح make a table يصنع من ضد make arrangements يقوم بترتيبات make parts يصنع اجزاء make a decision يتخذ قرار make a profit يحقق ربح make friends يتخذ اصدقاء او يكون صدقات ويعمل اصدقاء في مكان ما make a promise يعني يقدم وعد promise يعني وعد وبيجي معها make make a promise يقدم وعد ودلوقتي الحاجات اللي بتيجي مع do do homework يؤدي الواجب do a survey يقوم بدراسة او استطلع رأي do a survey وتيجي معها كلمة conduct برضو conduct a survey conduct يعني يجري يجري استطلع رأي يعني بس عشان تبقى عندك معلومة لان دي بتيجي ودي بتيجي do a survey او conduct a survey يجري عملية اجراحية do an operation do an operation كلمة operation يعني عملية اجراحية وفي كلمة تانية اسمها عملية اجراحية اللي هي surgery فتبقى do a surgery يعني يعمل عملية اجراحية do work يقوم بالعمل do a project يقوم بمشروع do the cleaning ينظف او يقوم بالتنظيف do the washing up كلمة wash up يعني يغسل الاواني اللي هو غسيل مواعين يعني فdo the washing up يعني يغسل الاطباق او يقوم بغسيل الاطباق do it يعني يؤدي جيدا يعني يحل كويس في الامتحان do a job يعني يقوم بمهمة او وظيفة do research on to او into on او into do research on او do research into يعني يقوم ببحث على do the shopping يعني يتسوق do the cooking الطبخ او يعمل الطبخ او يطهو do a favor كلمة مهمة يعني يقدم خدمة او معروف لحد do a favor do an experiment يعني يجري تجربة do an experiment وبكده يكون الجزء الاول من حلقة النهاردة انتهى ده الجزء الاول في الوحدة الاولى الخاص بالكلمات ان شاء الله هيبقى فيه جزء تاني زي ما تفانى خاص بالقواعد جزء كمان خاص بأسئلة كلمات جزء خاص بأسئلة القواعد وجزء خاص بامتحان على اليونت كاملة عشان كل يونت هيبقى فيه خمس اجزاء ما تنساش ان روابط كل الاجزاء دي الجزء الاول والتاني والتالت والرابع والخامسة هتلاقيهم في الوصف وكمان هتلاقي رابط لقائمة تشغيل كاملة لها علاقة بالواحدة الاولى يعني هخلي لك كل واحدة في قائمة تشغيل كاملة لو حبيت تشوفها على بعضها ما تنساش تشترك في القناة وتشاير الفيديو لكل اصحابك عشان الفايدة توصل لكل الناس ان شاء الله كل الناس تكون معنا بإذن الله هم تابعين ما تنساش كمان تعمل لايك الفيديو علشان ده بيشجعنا وسيب الكومنت بتاعك انا تحت امرك اي حاجة تحتاجها انا معاكم اشوفكم الحلقة الجاية الى اللقاء اشتركوا في القناة